اقتصادنا بالملي مرحبا بك والمستمعين سوفين تضع لي شيء اي حبيد قبل ان نبدأ الحس نحكي في ثلاثين ثاني على شيء مهم يسر بالنسبة لنا وحتى بالنسبة لإيفام خاطر إيفام شركة في الحدث وهو عرض لهذه الهربة من نظمته جمعية جمعية أتيل جمعية تونسية للأطفال المصابين باللوكيميا حدث هذا لنهار الخميس والمربيح متاعه لكل بيش تكون الفيت صغيرة لذي انا ندعو الجميع يمشي ويشري وتساكر وكان لزم يعاونوا بالنجم الجمعية هذي نهار الخميس الجي في المدينة الثقافة بيش تعمل تسعة مارس نبدأ اليوم تعرف فيما الليمات فيما موجة من العنصرية والكزينوفوبي ضد الأفارقة جنوب الصحراء المقيمين في تونس وفيما بتبيع برشة تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية في تونس هل انه معانتها بنيفيك ومعانتها باهي باهي وجودهم للاقتصاد التونسي هل انه بالعكس قاعدين ياخذوا في بقعة الخدام التونسي ويفكوا في رسق التونس هل انه يساهموا في الان وعجلت الاقتصاد الدور دونك اليوم بدأوا يغادروا في تونس شفنا في الأخبار العالمية في عديد قنوات متاع أورو نيوز فرانس 24 تذوم الاجنبي على الاقل اللي ينفرجوا فيهم في تونس كيفاش قاعدين قدام السفارات متاعهم باش يغادروا البلاد وبرشة وين سيمشيوا مثلا المحل المعين ولا ولا مثلا محلات لفاج يخدمون فيهم ولا حاجة ملقاوا ذاك الخدام جنوب الصحراء معاتش غادي خرج دونك باش نحكيو عالأثار الاقتصادية لمغادرة الأفارقة جنوب الصحراء لتونس سوفيان باش نحكيو في سافيسا باش ما نتقولوش فما زوز جيوان بالنجم ونتعرضو لهم في الظاهرة هذي الجانب لهو الاثار المباشرة هوني في تونس على المستوى الاقتصاد التونسي هون ايش نحكيو نحكيو على برشة الناس اللي قاعدة هاربة من تونس اللي هو تصور تحشم وتوجع اما الناس هذي خلينا من الجانب العادي في الناس هذي رايت تصرف في فلوس في تونس هراهم مش الكل جايين بطريقة ساعة غير شرعي وفما اللي يجيب طريقة غير شرعية ورغم ذلك يخدم هنكمل لك بسيش خبش اسمع تحليل متاعي اشنو يصير الناس هذي تخلق في معاملات نقدية ولا اقتصادية معنى الناس هذي راه يتخدم وتخدم في ناس معاه راوا يصرف في العتار يصرف في الخضار يصرف في الماغاز راوا هذي الكل جزء مهم في الاقتصاد متاعنا معنى هذي المستوى المباشر المستوى الولين نتعديو المستوى الغير المباشر اللي هو الاثر على الاقتصاد التونسي على المستوى الاقليمي والعالمي راوا احنا كي نعطيو الصورة هذي لبلادنا راي فهم دول بيش تولي ترفض انها تتعامل معانا راهم الناس هذو ما هما بيدهم راهم ولاد سفراء ولا ولاد وزراء ومسؤولين وراهم ينجموا يكونون هاريخر هما بيدهم سفراء ومسؤولين وممثلين البلدين يوليو عندهم مشكلة في التعامل مع تونس واحنا هوني نحكيو كالعادة على ازمة المالية العمومية وعلى ازمة الصاديرات وعلى ازمة الاقتصاد وتوا هوني معناها معلومة صغيرة نعطيهي الكنس مثلا في الجمهورية غينيا في العاصمة في كونكري تعرف التجار اشنا وقروا قروا انهم معادش يعرضوا السلاع التونسي للبيع قروا انهم معادش يشريوا السلاع التونسي معناها هذا الكل طو قعد يضر في الناس في المواطنين التونسي اللي تحاول انها تصدر لمنتوج التونسي وتعطي صورة ايجابية عليه سمحني انا ساني بش نعلق على الموضوع قاعدين نشوف وراو في الامباكت متع الديسكوغ هذي اللي صار حتى امباكت متع دليدور افريكان اللي قاعدين اليوم يناديوا انه بش ينحيوا تونس من الاتحاد الافريقي قاعدين يناديوا حتى انهم ينحيوا تونس من الكوب دافريك بش يواريك انه فما امباكت كبير متع الديسكوغ اللي صار قاعدة تحكي انه لازافريكان هذو ما قاعدين يفقوا في الخدم متع التوينسا انا انقولك انا سنة فغيرا اليوم في تونس نحب ولا نكروا عنه ازمة متع ما ندوغر اليوم راهوا في تونس فما وحكيناها جمع الفات والهات الجمع الاقبل راهوا فما ديزيدسترية اللي يوم ما مش قاعدين يلقاوا في المندوغ الفلاحة ما ههمش قاعدين يلقاوا في المندوغ نشوفوا حتى في الشانتيهấp، في البني العبيد إليه بروماتور إموبيلي ما هم شلقوا في المان دوغ اليوم عليش أحنا من نخذوش هالفينومين هذا اليوم ولا واقع الهجرة الغير الشرعية اليوم أوليت حاجة واقع وقادين نعيشوا فيها عليش اليوم من استغلوش الواقع هذه الفائدة الاقتصاد التونسي و الفائدة تونس دان لسنس وليوم عندك غاب ولا عندك ان بزوان في المان دوغ اللي هو او نعرف پا ان تانك توانسا انو ونعرف پا الوكمبلي عليش ما نقولوش اليوم هادوما احنا منيش مع الفينومين متاع الهجرة الغير الشرعية اما اليوم عندك زادات ويسا قاعدين يحرقوا لفرنس المان دوغ زادة متاعك اللي انت اليوم ما كنت معمل عليها قدش من عام هي بيدا قاعدة تهجر وقاعدة تحرق للدول الأوروبية ياسي دي جو بخوفيت دس 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 جو دي مشكلة وي مي نحاول رودة opportunité اليوم عليش من حاولش نالقالهم حلول دان لسانس ان قولاي ياسي دي العبادة دوما في عودنا في دس كيف ما كي ان قولاي عندكم ست اشهر pour régularيز votre situation في تونس تساوي ووضعية متاعكم اليوم عليش ان بخوفيت وكما قال لك سوفين ياسي عبادة تصرف عبادة فما راو بلدين ils ont امporté justement لامان دوغ وو المان دوغ اليوم اليوم الهجرة الغير الشرعية احنا صحيح نحبو نطبقوا القانون ما يزيد عنا مشكلة في القوانين متاعنا راهو اناس خدر عندك قوانين من عام خمسين وستين وسبعين ما يتطبقوش اليوم على سنة الفين وثلاثة وعشرين علش ما نكونوش ونحطوا قوانين جديدة اللي تحاول تتماشى مع الاطار اليوم كسوال اقتصادي ولا الاجتماعي ولا اللي هو دونك الارقام الرسمية تقول فهمها واحد وعشرين واحد وعشرين الاف منهم ستة الاف طالب لجا ستة الاف طالب معناتها ستة الاف شخص قاعدين يبعثوا في فلوس ديفيز لتونس وقاعدين يخلصوا على قل على قل في العام ثمانة الاف دينار اذي اقل تكوين معناتها في تونس في الجامعات الخاصة دونك ستة الاف طالب نحكيو على 14 الف اخويا خمسين الف الخمسين الف هذم نقولوا ما يدخلوا حتى فلوس ما يجيوا بما غير حتى فلوس يخدموا في تونس السؤال المتاعي هالاشخاص هذم كي بشي غادروا التراب التونسي بشيرجعوا لفريقيا جنوب الصحراء الغينيا السنغال المالي الكونغو اي بلاد هاي الكوديفور هل انو البلايس هذم بشي يسمح بشي شغل تونسا اكثر بيخدوا بقاطب وقلا المغادرة متاحا بش تتسبب في انو المؤسس الصغيرة هذي اللي تخدم في 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 افرقى جنوب الصحراء بش تلقى روحها في صعوبة ويمكن هي يبيدها تسكر وحتى تواصل يخدموا فيها بشوالي وبطالة هذا السؤال المتاعي معناتها انا تحب رأي انا انا نحب رأيك معنات ماذا انا فاذا بيا والله صفيان خمم الجمعة جاي نحكي فيه موضوع هذا اكتر واحد معا خبير ولا حتى نجيبه شكون يخدم عليش ويقول لنا عليش يخدم في في افرقى جنوب الصحراء هلا انا سفيد في في 30 سنجند بش نقال لك اللي يراهوا الوديسكور متاع الافرقى قاعدين ييخذوا في الخدم متاع اليوم التونسي ميحبش يخدم في في الفلاحة ميحبش يخدم في الفلاحة ميحبش يخدم في القطاع الصناعي دونك اليوم ميحبش يخدم انس راو عنا مشكلة ثقافة العمل عنا عوام قاعدين نحكي وقاعدين اليوم قاعدين نشوف في الامباكت اليوم يقول لك انا اندستريال عندي معم لما نيش نلقى في ماندوفر بش نخدمها بش نخدم المعمل المتاعي راو سي غراف برا انت يشوف في سفيقص يعني سفيقص برمي الورب اندستريال ثوانيا نحب نقول حاجة بركة كي نلقاه عبد يخدم في ناس اخرين بطريقة غير قانونية ما نحاسبوش الناس هذي اللي ما نلقاتش حال اخر نحاسبو السايد اللي دخل في فلوس ومش قاعد يطبق في القانون ومش يدكلاري في الخدمة متاعه صحيح ماندوفر فهمني انت حدش كونه وش سايدية ساحب المؤسس اللي يقبل هو اللي هو مش يقبل هو يستغل في ظروف عبيت توانسة ولا مش توانسة يستغل في ظروف عبيت ويشغلهم من غير ما يخلص الاداءات متاعه ومن غير ما يعلن اللي هو يخدم في الناس هذي اراه هو اللي يتحاسب موش الانسان اللي مسكين لزدوا الظروف بش يخدم بالطريقة هذي شكرا لك سوفيان فاصل ورشان ايا فهم احنا راديو اقتصاد بالملي تسعة واربعة فرحان برشبش بذيفي اليوم واحد من اهم واهم الخبراء الاقتصاديين في تونس الخبير في شأن المالي والبنكي سيداح متكرب مرحبا سيداح مرحبا فرحان برشبش اللي بحضان اليوم في اقتصادنا بالملي وانتي قامة مع انت مشهود لها بالكفاءة سيداح من قبل ما نبدأ وما كانت اسمح لي نحب انتي معنا من قبيلة كنت اسمح فينا نحكيه على الامباكت متاع معانت الافرقة في الاقتصاد التونسي هل انه معانت يحافظوا عن النسيج اللي مزال منه هو اش مزال منه الاقتصادي التونسي السيناعي الخدماتي وقالله قاعدين ياخدوا في بلاسة التونسي مسكين اللي ما ملقاش خدمة على خطر ذاك الافريقي جنوب صحراء اخذي لبقاته هو في الواقع الهجرة في عالمنا الحديث هي من مكونات التنظيم الاقتصادي ثماش دولة معانتاش مهاجرين يأتوها من دول اخرى لتغطية حاجيات في نقص العمالة للقيام بنشاطات ممكن تكون صعبة وعويسة وما يرضوش بها المتساكنين العصليين لذلك لابد من ادخال الهجرة كمعناها مكون مكون للنسيج الاجتماعي لدولة معينة ولكن ما هو مطلوب هو ان الهجرة تكون منظمة عن طريق اتفاقيات بين الدول عن طريق اختيار اختيار للكفاءات التي دولة حاجتها بها عن طريق توفير ظروف لقمل جيدة للمهاجرين وهذا ما يجب ان نلحق عليه وان نفكر فيه وانا نضع وصص لسياسة الهجرة تكون سياسة نافعة للجميع نافعة للمهاجر نافعة الموسطة تونسية نافعة اقتصد تونسي ونافعة ايضا للدولة الدولة التي بعثت بالمهاجرين ونافعة ايضا لمن يستذيفهم في تونس سيداحمد بش نواصل في الموضوع هذا شوية خطر نعتبر مهم عليش الدولة ما تكونش براغماتية حتى انت بلش هراق كان مع انت تخدم في بقعة تونس مثلا تحدد القطاع ذاك تنجم تخدم فيه اذا عملت وعرف يخلص القطاع ذاك مسموح ما انك تخدم فيه بانه تونس ما حابوش يخدم فيه تفضل مرحبا وكيكا معناتها نضمن وانه العبيد هيدا مساعة يلقا وخدم ما يقعدوش في الخصاصة اقتصاديا يعاون المؤسسات يعاون اقتصاد التونسي النسيج متاعه وكيما تونس فما لغال بعض يقولك اذيك فكري موجود العنصرية امتاع الفرنسيس يقولك لزاراب ولمقرباخ ذاون البلايس بتاعنا نفس الشي معناتها موجود اعتقد ما مش منطلق معناها لتنظيم اقتصاد متلق براجماتي لا الفاتي اللي يقولك هذاك معناها ممكن يجيب شي فكري خدمتي موجود صحيح موجود معروف موجود صحيح لانه ثم تكامل تعرف دول المنظمة مثلا بتضع قوانين خاصة تقولك مثلا الاختصاد المعينة اللي نحاجتي بها نعطيها مثلا اتفاقية الشغل بصنعة كبيرة نعطيها الفيزا معناها دون غير تاخير معناها نعطيها انتراتمون بريفيلوجي لاني حاجتي بهم اذا هناك معنا مش تتعامل معناها هو كلي نفس الشي لجميع المهاجرين هناك تعامل ياخد بعين لاعتبار حاجيات الاقتصاد لنوع معين المهاجرين وبالتالي احنا ننكناليز لنظمه واذا هو كي ما قد العجر الدولة كانت نجم تعمل هكا نعم كانت نجم تعمل هكا دولة نجم نعم لانه التجارب عالمية واضحة وناجحة فيه احنا المشكر هو ان الهجرة يجبنا نحيولها طبعها العنصير وغير ذلك نعتبرها مكون من مكونات التنظيم الاقتصادي نستعملها كل ما كانت هناك حاجة لإستعمالها لكي نوفر لإقتصادة تونسي جميع آليات الشغل في كل اقتصاصيات كان موجودة في تونسي أحبة ذا مش موجودة نلتجأ للغير يجي عاولنا كما تونسا تونسا في جميع مليون 200 ألف تونسي في الخارج تونسي على عشر البر هم كلنا نفتخروا بهم نفتخروا بهم ويهاجروا ثلاثة لأنهم معلاش لأنهم يعني يحسنوا سمع تونس يعطيوا لكافاته التونسية ويعانوا الدول اللي استقبلتهم لكي تنظروا الاقتصادة نفتش هيبوا لكي تونس ما نفماش بلاد في العالم ما نفماش بحاجة لمهاجرين سيد أحمد فما بالحق هذه وأنو تونسا فما عميال ما يحبوش يخدموهم صحيحة والله يشوف تونسي رو خدام أنا حسبت أما شنو التونسي يجب أن يتنظروا يجب أن يتنظروا خدرات أنت تشوف تونسي تونسي تبعثوا لألمانيا يعتبر من أحسن الحملة عليش ميكومش في تونسي يعني في ألمانيا ما تنظيم يجبروا أنه يكون منتج ويكون ناجع ويكون منافع عال تونسي التنظيم مثلا ما تنظيم المؤسسات تنظيم الشغل مثلا ببرشة آليات يجب أن تساعد الموظف الفلاحة معاشي القاوم أنت تعرف يظل وأن الفلاحة ما عاشي القاوم في بعض المواسس مش كون يخدم الأرض مع أنت وش كون يجمع الزيتون مثلا شبه مثلا مش مشكلة ما حبوش ويبدأ قاعدة في القاوم سيدهم مثلا مش مشكل الفلاحة حدفية في سبانيا مثلا تار في سبانيا يعطيك زوز عقود العمل يعطيك عقد العمل بيش تعمل في الفلاحة عندما يكون فيه صابة فلاحية وعقد العمل ثاني يدفوها الفلاحة تبشي تعمل في السياحة مثلا عارش لي فهمت إذن لك ما ثم ماش نتواصل محبوش في الفلاحة نجيبو غيرهم بيش يخدم فيه بلساتهم وهو ما يخدمو فيه في مانا قطعات أخرى قطعات السياحة الخدمات وغير ذلك ما ثم ماش ما نحتبروا نتفكر نتفكر وقتها ملك سعودي ظلي في الثمانينيات قال كلمة يقولك سعودي ما يشتغل قمامة معانتها فما شعوب بيقولك يعني معانتها النوع من العمال لما ناخ ما ناخدموه معانتها موجود موجود وهذا طبيعي يراه تطور طبيعي لأن الفلاحة مدين فيها ما نفيش عصرنا ما فيهاش آليات جديدة ما فيهاش منطاقة جديدة تسير اللي عنده ومناش هذا عنده كذا يقولك اخي أنا نجيب نعمل حاجة اغرا ما نجيبش نعمل عمل يدوي حاجة بعمل آخر همت دوك احنا نزل منها نخلوه حلول نوفروله شغل يتلاقى مع كفايدو ونجيبه غيره باش يستغل في السؤال في كلمتين خاتبش عادية الموضوع متاعنا الهجرة تكون عاما لتنمية الاقتصاد مش لتراجر الاقتصاد الهجرة نعم نعم شكرا لك سيداحمد ندخلوا تاول موضوعنا الاصلي انسلاح منظومة الصرف والقطاع المالي خلينا نفصل ساعة قبل كل شي شنو الفرق ما بين السياسة النقدية في تونس وبين منظومة الصرف هو شوف ثم فرق السياسة النقدية هي تتعلق بكل ما هو مرتبط بتعديل تدول العملة تدول لاموني العملة في بلد معين سياسة النقدية معناها تتركز أساسا على السيولة وعلى تبادل السيولة وعلى الرفح في السيولة والخفض فيها وعلى تثير السيولة خاصة على التضخم المالي بينما سياسة الصرف مرتبطة بالعلاقات التونسية مع الخارج ما كيفاش نوفر سلاسة ونوع من السهولة في عملياتنا مع الخارج متعلقة بالتجارة الخارجية تصدير وتوريد متعلقة بالخدمات خدمات معناها كالتكوين كاليعانة كالصحة وغير ذلك متعلقة بالاستثمار الخارجي كل ما هو متعلق بمبادلاتنا مبادلاتنا بالخارج وهذا بالواقع يجي عمل جديد وهذه المبادلات ما تتقعش بالدينار تقع بالعملات الاجنبية تقع بالدولار بالدرور وغير ذلك إذن هناك ترتيب تنظم سياسة الصرف وعند هذا عند تثير أساسي على سعر الدينار بالرجوع للعملات الاجنبية علش لأنه سياسة الصرف هدفها هدفها عندما تم إقرارها في تونس قلون صرف هذا كان يرمي ثلاث هدف هدف الهدف الأول هو المحافظة على قيمة الدينار التونسي كل كان ماذا بينا العملة لا تهربش من تونس تقعد في تونس لكي تدعم الاقتصاد تستعمل مطرف البق المركز لتغذية حاجياتنا من توريد المبادلات والخدمات إذن عندما يكثر نصيب العملة يرتفع سعر الدينار ويتقوى باش ما يخرج من تونس كان يجب أن يخرج هذا في الواقع ما نجحش لأنه الدينار كما تعرف هبطلت تقيمته بكافية كبيرة خاصة في السنوات الأخيرة معناها بعد سنة عالفين وحداش وبالتالي النجاح ليست في المستوى المطلوب لعله كان سيبنا الماء البطيخ كما يقول روتاح برشا ممكن ولا صحيح ممكن صحيح روتاو كما الجينيه المصري طارق الجينيه المصري قديه بالدولار سيح سيح ممكن 32 33 ممكن ممكن كان ممكن ولكن ممكن مثلا ماشي النجاح لكان منتظر ثانيا الهدف الثاني هو أن نحافظ على التجارة الخارجية أن نسيطر على ما يتعبر التجارة موازية معنا ما بينا التجارة تقع في قنوات قانونية عن طريق الدوانة وغير ذلك في الواقع هذا ايضا ما كانش نجاح تام السوق الهاميشي في تونس معنا هتفعل ليه انفيجار عاد في العالم ليه وقت لا يتسمى نجاح كنشوف سبعينات ثمانينات بارابور لليوم معنات نجاح سمح ليس احمد سوا الفينات من الناس كل يمين يسار مخطير أنا مني نحكي نحكي عن مدى البعيد باش نفسر عليش يلزمنا نقوم بسلاحات ممكن ناجح في السبعينيات مقولش ليه أما حاليا ما عاش ناجح نيا تاوى المشو ما عالبطيخ المعالغليل كل هذا هو هذا هو والأمر الثالث معناها هو أيضا كما يقول لك معناها أنه قوي من موجوداتنا في العملة الإجنابية إذا كان نظرنا لهؤلاء معناها العملة الثلاثة اللي هي من سوس قنون صرف أعتقد أنه حاليا معناها ثم بعض التشكيك في مردوديتها زيادت عن على ذلك العالم تغير العالم هاسبت فيه العالمة والعالمة ترتكز أساسا على حرية المبادلات تجيب تتعاقل المبادلات بينما العالم كله يسعى لتحريرها ويسعى لتنميتها إذا لازم كنتي تلغي الحواجز اللي ما هيش معناها ذات نجاعة فهمت بالنسبتي للمنظومة العالمية وثالثا زيادت التكنولوجيا اللي جبتنا معناها أمور جديدة الكوميرس إلكترونيك جبتنا الكريبتوموني شا بش نعملوا لما ذوم بش راقبوهم ما راقبوهم مش بش نمنعوهم ما تحصل شوية البانيا متاع الكريبتوموني والكوميرس اللي هي الثلاثة جعلت أنه المجتمع الاقتصادي المجتمع المدني يدعو يدعو ولا يسلاح المنظومة المنظومة راقبة الصرف اللي هي كما ستعود إلى السبعينيات أي منا في جميع الحالات لابد من رجعتها خاصة خاصة وأن المشكلة في المنظومة ولكن في تطبيقها التطبيق لم يكن تطبيق ناجع أيضا تطبيق مختلف المؤسسل أخرى تطبيق ما فيش فهم تصفى الأمور ونحاول نحاول أن نضع آليات آليات جديدة تراعي هذه التحولات وتراعي ضرورة ضرورة أن أقتصد تونسي يندمج في أقتصد العالم بمكوناته الجديدة أي أن المصدر التونسي يكون عنده نفس آليات العمل كالمصدر الفرنسي كالمصدر الألماني المزاحم له في أفريقيا وفي غير أفريقيا وهذا يتطلب بعض التحسينات بعض التسهيلات على مغربة الصرف في دونس فما سكونابيل باش نجمو هما يدخلوا فلوسهم لتونس ومبعد حتى يخرجوهم يعني الاستثمار وما كيما نعرف الصناديق الاستثمارية تدخل معاك باش تربح ومبعد تخرج اليوم كل بانكة نتعامل معها مع البيمه هذوما عندها سكونابيل لفجد انبستيسمان لفجد انبستيسمان وهي دي كل بانكة وعندها لدوكيومنت لتطلبهم وعندها تحضرها حبيت نسأل اليوم سي أحمد هل أنو من العادي هل أنو من العادي هل هاي كاري تبع فين ملاسلات باش تكويت في العربي بالعربي حبيت نسأل سي أحمد شنية المشكل بالضبط في الحكاية هذي هيا في جد سيسمان وثيقة الاستثمار رجم نقوله هذي خرجت اليوم بها لأموات عرف وثيقة الاستثمار واضح علاش هي ضرورية لأنه هي ممكن معناها بتاقة ولادة الاستثمار الأجنبي في تونس الوثيقة هذية تعطي للمستثمر دليل على أنه وظف أمواله في تونس وبالتالي تستعمل كوسيلة للتحويل الأموال هذه الخارج عندما يبيع استثماره للتحويل معناها فائد القيمة عندما يأخذ معناها مرابيح في الاستثمار وللتحويل أيضا لديفيدون المرابيح التي تعمل شرعه إذن هي ضرورية ولكن ما يلاحظ هو أنه تطبيقها ليس بنفس المستوى في جميع البنوك وحتى في جميع فرور البنوك في البنك الواحد بينما مشهور البنك من التونسي ومشهور واضح فيه جميع معناها الوثائق المطلوبة وفيه جميع معناها المراحل الإدارية التي يجب اتباعها لذلك أعتقد أن المشكل هنا مشكل التكوين مشكل توعية توعية بين مثلا البنك المركز التونسي والبنوك حتى كلها تفهم كما ينبغي هذه الوثيقة وأيضا توعية بين البنوك في البنوك مثلا تعمل الملتقيات لكي توضح كفية تعمير هذه الوثيقة وأيضا البنك مع معناها هذه الدارة الخاصة بالموضوع حتى تتطلط تبقى كما ينبغي إذن عنا دائر في تونس على ما فهم مش مرقبة في القيادة ولا البنك المركزي يفرض توحيد كل شيء لا البنك المركزي واحد لأنه ثم منشور يعني ما يخدوش هناك المشكل التكوية نحكي لك حاجة سيد أنا مراش القانون ساعات يسألوني يقولوا لي حاجة في البنك يقولوا لي كيفاش ترش خلالهم أنا عندي إجابة بش تفيدل أحد الراج برا بانكتك اسأل على خاطر نعرف مختلف بين البنك والبنك وكي ما قلت انت حتى بين لاجونس والاجونس دوق ما نخش بش نجيب وبعض وقالوا لي لا يجيب زادا ذيك ولا ما تجيب شاد ذيك برا ازأل في البنك تقول لي وعليش ما فاماش كل حاجة كيف 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 يلزمنا يلزمنا على قد على قل الى وثيقة استثمار الأمر هام جدا يلزمنا من حملة حملة كبيرة لكي نفسر للجميع ما هي طريقة العمل وما هي الوثائق المطلوبة لازم نخليوها لازم نخليوها موجودة موجودة التنظيمات موجودة ولكنها غير متبخة معلسف لانو ما اعطناش الهمية للتكوين والتكوين أمر هام جدا وغطا هي المناشير في هذا الميدان معقدة حتى اللي عنده خبرة ما فهمهاش ساعات معناها كريغ دان سام بلوية ولا دان قيشيتي ولا دان شاف دالجانس إذن لا فورماسيون سي فوندامان ما ما فهماش إرادة في كل واحدة تجيب من عندها مش إرادة ممكن تعرف البنوك عندها مشاكل كبيرة ماشي اهتمام اهتمام معناها كما ينبغي بإنما هو أمر ضروري لأنه ليلو المستثمر يقول لك اخي أنا الحمدر حالوقت نجيب الضياعة لأنتي معناها أشهر ولا أيام باش نعمل فيش دافنس ما مش نورمال وبعد تالي تعطي تعملي تعملي فيش اللي متحميلي ثقوقي كما نحب نحول أموالي تقول ليلو فيش متاعك مايش واضحة مايش كاملة مايش موفقة للمعلومات هكذريتني لأن الأمر حساس روما حساس جدا هاي سيد أحمد ديما نحكيه في تونس على قانون الصرف ومجال الصرف ونسمعه في برشة انتقادات حاس برايك شنو المشكل بالضبط هو راه المشكل بالضبط هو معناها نتاق الحرية الذي يجب أن يمنح أن يمنح للمتعاملين التونسيين بمؤسساته وخواص في عملتهم على الخارج هل هي حرية كلية تعمل اشتحب مثلا هل هي حرية معنى مضيقة هل هي حرية محدودة هل هي حرية معنى مقننة هل هي الإشكالية الأفكار في هذا الميدان مختلفة ثم أشكن يقول لك حاليا الوضعية في تونس وضعية اقتصادية حريجة ما تسمحش ما تسمحش ولا عنا حاليا معنى رغط في العمليات الخارجية تعرف حلنا عزج في الميزان التجاري حلنا عجز في الميدان الجاري حلنا معنى صعوبة اللجوء إلى السوق المالية العالمية لتقطيتي حاجاتنا من العملة بشكل سدد ديوننا وغير ذلك لانا ما نجي مشانا في الوضعية هذية ننسيب معنى بصيفة كلية في التحويل العمولاتي للخارج ونعطي معنى الحرية المطلقة للمتعاملين صحيح وأنه كان عملنا الإسلاحات هذا بعد الثورة في نحن ستين واثناش كنا كان نجم تمشي لهو الخير هذا كان ما دعوت وليه من أول إسلاحات لحقنا قمنا بها ستين وحداش واثناش هو إسلاح ستين وكانت إمكانية وقتها بش نعملوه الدولة معناها المشاكل ما زالت تقوله كن نجم وانا نبني عليه كآلية إيجابية لجلب راس المال الأجنبي ليعطاه طاقة طاقة تجارية جديدة للمتعاملين وغير ذلك وكان حاليا سعيب من ناحية معناها القرار السياسي سعيب نوع المال لأنه عندك مشاكل زي دينتي تأخذ معناها مع خاطر ممكن لهم تصل لهمش ممكن لما تعمقش الأزمة ممكن تعود بسحل الأزمة ولكن ثم معناها قد استفهاء إذن الحديث حاليا على الحرية المطلقة على الصرف أمر صعب وفهم مشكلة سيد أحمد فهم حاجز نفسي نظننا برشا حتى برشا ناس يقول لك فهم حاجز نفسي مثلا للتغيير أو الإسلاح أو للتحرير وفهم زي دا أحنا في فترة اليوم نفسية زي دا للشعب التوسي متاع متاع سيادية ومتاع أحنا ومتاع فلوسنا والبراني وفهم هكذا نوعا من الشي يخلي مش من ممكن لا موجود والحماس الحماس الحماس الزي دا الحماس اللي كان موجود فهمت تحرير تحرير الصرف منابي كيفية ممكن تكون مقبولة وتكون موازية اللي معمولة بها في العالم وشيطة لرؤوس الأموال فهم شيطة لرؤوس الأموال زي دا نقص نقص بس كيفية كبيرة بفتالي وذلك يجب يجب بعض منها من العزيمة للموضيع قدما ولياتخاذ بعض الإجراءات بعض الإجراءات فهم إجراءات كمام في الوقت هذا النجم والنعمل موجود لا موجود بس قولي عليهم سيد أحمد فهم موجود في ساعة في ساعة مدام سيد أحمد حكي على تحرير الصرف وتحرير العملة فهم اللي يقول حسب بعض ما ورد على على لسان بعض الأصدقاء وصفحات التواصل الاجتماعي إنه مراجعة منظومة الصرف بشيكون مصحوب بتحرير الدينار اللي هي معناها عملية مالية تلقص من قيمة العملة هذا يكن صدقني ربي الموضوع هذا يطرح برشة مشكل على خاطر مثلا في أوروبا نشوفه وعنا سنين إنه الخبراء خايفين ياسر من التراجع اللي قاعد يعيش فيه في بعض الحالات لورو قولك راي حاجة مخترة ياسر وراه معناها في تونس نقوله تحرير العملة ينجم يعاونها ياسر صحيح ينجم ينقص من العجز التجاري ينجم ينقص من قيمة اللي دات متاعنا النجم ينقص صحيح لكن في نفس الوقت فما مخلفات أخرى بشي نعيشوها أحنا على المستوى المحلي يقولوا تنجم يتسير يقولوا ما نجم يتسير نجم نحكيه على ارتفاع الأسعار أكثر نجم نحكيه على أزمة في مستوى التنافس بين الصناعات متاعنا المحلي يعني بشي وليوا معات ينجم يخرجوا منتوج يتباع على السوق متاعنا على خاطر مع التضخم مع الأزمة هذه مع نقص في القدرة الشرائية المواطن فما يقول أنه له تحرير دينار ينجم يتسبب في الشيهات وانا هوني حبيت نحكي على بعض الأمثلة فما الدول قامت بتحرير العملة متاحة مثلا نجم نحكيه على العراق والكلنا نعرف الأزمة التي تعيش فيها العراق على مستوى المواد الأساسي فما نقص كبير وفما تلخم قاعد يرتفعوا ما لقولوش حل نجم نحكيه وزيد على مصر اللي تشتعيش في ارتفاع أسعار ونقص في المواد وتراجع الوداء على المحلية معناها التحرير العملة في مصر أثر على الدولة وأثر على الوداء على المحلية اللي هما سيلزي باغي معنا الناس اللي تخبيت فلوسها فلوسها نقصت حسيت ولا مش حسيت القيمة القيمة نقصت يسر نجم نحكيه على اليمن اللي هو مثال يخوف يسر عليش اليمن هما اخر عملية تحرير عملة صارت كنصدقني ربي في 2017 نجم نحن نحن نحكيه مثلا الدولار في 2015 وقتها أزمة اليمن الدولار يساوي 215 ريال اللي هو حاجة كبيرة بعدما صارت تحرير العملة حاليا صباح دخلت نثبت الدولار رسميا يساوي 250 ريال ما نجموش يرجعوا قيمة ريال موش بارش نسخيب 15 250 موش موش في السوق السوداء على خاطر اليمن ما عادش عندهم عمل الدولة ما عادش عندها مخزون عمل الدولار يدور في السوق السوداء تعرف قديش وصل يحكيه على 500 600 معناها في التلاخ المثال الوحيد اللي نجح في العملية هذي هو المغرب علش حاشتي لأنه المغرب كيبديت العملية هذي احتياط العملة متاحة كبير من ناحية والحاجة الثانية تحرير العملة ما كانش العنصر المركزي في إصلاح المنظومة النقدية هو ايه وانا حبيت ناخ ورايك في الاقتراح هذي هو السياسية اقتصادية تتخذ منهجين اثنين هو الشوق الاولوية بس بالدول النامية كتونس وغيرها هي تدعيم الصديرات لأن السوق تونسي سوق ضعيف والدخال الناقص لأن احنا بحاجة بحاجة لصديرات لكي نوفر العمل الجنبية الضرورية ولكي معناها نشجع رأس المال الاجنبي لكي يجي يستثمر في تونس ويشغل يد العام بعض الدول منها تونس ركزت منوالها على التخفيف في قيمة العملة أنا نعطي طاقة معناها تنفسية للمسل التونسية عندما نقص من قيمة الدينار من قيمة العملة وبالتالي تكون معناها طاقة تنفسية للمسل التونسية أكثر وتمكن من أن تبيع بضائحها بأكثر سهولة تجاه الثاني قولك لا أنا نحاول باش نجعل العملة قارة ولكن نجع إصلاحات من شاء لأنها تحسن في الإنتاجية المسل التونسية تكون أكثر إنتاجية وبالتالي تكون نصريفها تسيطر عليها بالإنتاج الذي سيزداد هذا هي الطريق الصعب الطريق الصعب الذي يزم إصلاحات عميقة وغير ذلك إذن هي في الواقع حرية الدينار أمر معناها مرغوب فيه وامر محبوب وامر ما نجيه ولكن ما هي الوسيلة التي تجيه عن طريق ماناها الكتاستروفية باش نقص من قيمة الدينار وباش تترفع في الأسعار والمواطن ينتظر والذي تزيد فيه عن طريق إصلاحات تتجرب بإمكانيتك أن بالقيمة الحالية الدينار تعطي بضايع أكثر جودة بالنسبة لتكاليف وغير ذلك وهذا يستوجب مرحلية يستوجب سياسة لأن قيمة الدينار هي مش تحددها المركزي نو يحددها الاقتصاد كيف ما يكون اقتصادكم يكون ديناركم إذا ما كانا اقتصاد قوي يكون دينار قوي الاختصاد هاش يكون دينار هاش نجمح نعالجوه فهمت ك بردكال وقتية بش بردكال ما وقتية بش ما أنا يأتي وقت اللي زيبنا باش نلتج للعملات الجراحية اللي هي مؤلمة وموجعة إذن تحريض الدينار يبقى منتزح نجمون حلو حسابات اليوم المواطنين لنسبحونهم يحلو حسابات بالعملة أجنبية نجم هما شو الهدف فهمت شو الهدف منتح بش يشري ماسكاراة ولا بش يشري يجو من البرة مهوش نافع لكن اليوم شباب في العالم اللي رأوا اليوم شباب صغار قاعدين يعملوا في خدمة اللي بيعوا الإجادة ينجم بعشرة دولارات يدفعهم ينجم يدخل الفين حبيت نحر الدينار نسعى قبل كل شي لأنه قوي اقتصادنا وندعم انتاجية مؤسساتنا وقتها تحر الدينار بش يكون عامل مطلوب ومرجوع وما يكون عنده تثيرات سلبية ويكون تثيرات وإيجابية حاليا نجم نقوم حاليا نتعرف مناقبة الصرف نرتكز على آليات شنو الأليات الأولى هو أنه التحويل تحويل لتقطية مقابل العمليات العمليات الجارية هو حر حرية العمليات الجارية معناها التصدير التوريد عمليات متعلقة بالقياء معناها الشراخ اللامات في الخارج خارج تونس هذه كلها حرة حرة من ناحية المبدائية ولكن البلد مركزي عنده إمكانية إذا ما أراد ذلك أنه ينظم كل ما يتعلق بالتحويلات المتعلقة بالسجور اللي قام بالخارج مثلا واحد يمشي بش يدرس بش يقرأ قول لك أنا نعتيك أنت الأمور ولكن الخدود معينة يمشي بش يداوي نعتيك أن العملة ولكن الخدود معينة يمشي للسياحة حددها البنك المركزي حسب تصوراته وحسب نظرته لإمكانية تغطية مثل هذه مصاريف اللي هي ماليش منتجة في الواقع فهمت لذلك العام اللي يجب يخدم عليه حاليا هو كيفاش ننقص من هذه الحدود كيفاش نعتي أكثر إمكانية للمواطن التونسي أنه يقوم بمحتاج وليه من خدمة أجنبية دون أن يكون فيه حواجز كبيرة ودون يكون فيه ضغوط كبيرة مثلا نأخذ المثال المنحة السياحية مثلا كانت ستة ألف دينار ستة ألف دينار عندما حددت كان مغلو كبير ولكن دينار هبط ستة ألف دينار ما نسوي شي ما يجيبش الفينور ها ما يجيبش الفينور فيه ما عندكش بيتسكن للبرة بشخالص تيلة هذا هو كيف كيف وتخرج كيف كيف بش تقوم بالمواطن ثلاثمائة أرور هذا كيف المواطن كان كما تحب يتحرر لعماليات هذه ونفهم على أقل مكنني أن نقوم بها بكل أرياحية وأن نغطي حاجيات دون أمان تجاه إلى مثلا أمور هاميجيا ولي معناها كومبونساسيون وكل فأعطي بعض من الأرياحية حتى تستخل المر هذا المبدأ الأول المبدأ الثاني سمعني وراجعيني أحلى راديو يفهم أحلى راديو درجين الإخرانين ومعنا فرحان بشي يوصل ومعنا سيداح متكرم وين وسلنا سيداح النقطة الثانية النقطة المبدأ الثانية هو حرية استثمار الأجنبي في تونس وهذه الحرية معناها يضمنها كما تعرض له وهو مبدأ أعتقد ابن الرهام جدا لأنه اللي حبي يستثمار في تونس يجب أن يكون حقوقه يجب أن يحب يبيع استثماره ويحول معناها المقابل ما باعه ويجب أن يحول المكافيات المرابيح من السنوية وغير ذلك وهذا مضمون وهذا يبقى مضمون وغير ذلك ليس على الأخر هل يجب أن تقول له يجب أن تضع فلوش لا 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 وكيف كيف أيضا يجب أن يقرض تونس يكون عنده نوع من الضمان أنه مقابل اقتراضاته سيسدد بالعملة عندما يحل أجله هذا موجود ثانيا ثالثا المبدأ الثالث هو حرية استثمار التونسي بالخارج أبا سمحني سيد حبد هذا يعاون الاقتصاد التونسي يعاون 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 قال المبدأ قلتك المبدأ ولكن القانون يقول لك ماذا بينا البكر المركز أيضا يراعي الظروف الخاصة لهذه استثمارات أولا ما رايش ما هي الفايدة في استثمارات تونسي في الخارج لشراء عقارات مثلا نعم لدي حتى يتحرك في التونسي لماذا يستثمر الخارج للشراء من أسهم شركات في البورسة مثلا للشراء للهب مثلا بينما أمر ضروري أنه استثمر في مشاريع تكون لها علاقة بمشاريعه في تونس مثلا عنده آه آه فهمت سوقها هذيا إذا ما نحب ذو مشجعوا عليه كيف كيف عنده معناها سوق إفريقية يحب ينتصف فيها باش يكون معناها عنده توجود أكثر في السوق هذيا قريب للحراء فهمتاعه هذيا البك المركزي معناها ينجم ينجم لك أن يحب يقنن هذه الاستثمارات حتى يضمن أنها تكون ناجعة وأنها تكون أيضا غير معانتها خلنلخص استثمارات في خدمة النسيج الاقتصادي تونس أذهب أذهب هذه تكون حرة مسموح بها والبك المركزي يشجع عليها معناها في جميع الحالات المبدأ المبدأ الخامس أعتقد هو مبدأ هام جدا هل نسمح بتداول العمولات الأجنبية في السوق التونسية هذا ممنوع حاليا في تونس كانت دين عار إحنا رفضنا في بيرك في بلدان أخرى يتمشي عند عطار أو تاكسي وما نحكي لكش على الفعل الاقتصادي التاكسي تتخلصوا بالدولار ثم الدول اختارها منها اختار سكون أبدا بالموازات مع العملة الوطنية ثم الدولار يمشي حرية بكون حرية فهمت هذا في مخاطر كبير خاطر كبير خاصة من الدولة اللي ماشي منظمة كما ينبغي من ناحية الاقتصادي شفنا شفنا العنكاس في لبنين مثلا عينكاس في لبنين خاطر لبنين كل شيء بالدولار هنا أزمة كبيرة حرية لبنين أزمة كبيرة شفتنا كيفاش المبدأ في تونس حاليا هو منع منعا باتا للتعامل بالعملة الاجنبية منعها في تونس الا في بعض الحالات الخاصة ثم البعض من المواطنيين والشركات عندها حاجة بانه يكون لها حسابات بالعملة الاجنبية في تونس مثلا مصدر جابتوا أموال أجنبية بالعملة الاجنبية أورو مثلا ولا دولار يخليها الحساب بالدولار لماذا؟ لأنه عنده مصاريف بالدولار بيقدم بها مصاريفه همت؟ مثلا خبير قام بعملية من استشارة أجنبية خلصوه بالدولار يخليها بالدولار لأنه من ضمن موجوداته اللي ممكن نحتاج لها لكي يموت درسته وغير ذلك إذن معناها المبدأ هو المنع ولكن ثم السماع في بعض الحالات الخاصة اللي يكون فيها نفس اقتصد التونس وسادسا وآخرا هذا المبدأ الأخير هو منع أنه 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 تونسي يكون عنده ممتلكات باللوم لأن المملكات خارج تونس إذا كان عنده ممتلكات يجب أن يصرح بها يصرح بها للبنك المركزي ويدلل قيمتها يبدو عنده جنسية أخرى لا لا تونسي المقيمة لا يجب أن تشفل في إقنو الصرف حاجة هامة جدا إقنو الصرف يدرس حسب الإقامة أو غير الإقامة هل أنت مقيم في تونس أو غير مقيم في تونس بيانبورتل الجنسية متعك اللي قعده 180 يوم في تونس يعتبر مقيم في تونس إذن بالتالي يمنع عليه أن يكون عنده أملاك خارج تونس أنت وبالتالي لا يخرج دينار تونسي خارج تونس ويبقى معناها عملة 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 وطنية إذن هذه القواعد أعتقد أنها ستبقى أعتقد خاصة كما قلت وضعيها وضعيها حرجة وعنما كده ولكن ما هو مطلوب كما أقول لك أدخل عليها المورونة المورونة أدخل عليها المورونة من ناحية ترتبات الإدارية وخاصة من ناحية التطبيق والتطبيق أمر هام جدا التطبيق أنا هو معقد في تونس معناها الإجراءات لا تطبق كما ينبغي البنوك كفعات لا تتحمل مسؤوليتها وتحب تأخذ معناها تغطية البنق المركزي عندما يجيها عمليات معناها تتعلق بالتحويلات وغير ذلك لنجب أن الجماعة يتحمل مسؤوليته وأنه معناها التطبيق يكون تطبيق سلس وليس تطبيق صعب لا نقلس نقلس الشرر في المواتن التونسي نقلس فيه الخير نعاونه نعاونه في خدود ما اسمع به الخانون لا يمكننا أن نعقد عليه الأمور يجب أن نصعبها عليه هذا ما لاحظناه في بعض الأحيال نحن نعاقب على كلام سي أحمد أنفيت أناس أحنا في تونس فارمون عن الميندسيت متاع البروتيكشونيزم الحيمائية نحب ونحمي المواطن نحب ونحمي حتى بالقوانين والاقتصاد ونحب ونحمي معاك مثالش أحمي أما اليوم كما قالت يا أحمد اليوم رانا في عصر العالم اليوم لازم تنفتح علي موجود في العالم اليوم عندك كيفما قال لك الاستثمارات الأجنبية اليوم قاليغ اليوم نحبه نحبه نجيبه المستثمر الأجنبي ما عنا برشة حاجات معقدة كيف سيكون في القوانين كيفاش بشي دخل فلوسه كيفاش بش خرج فلوسه وانتي في بالك اليوم أناس اليوم كيفما مستثمر أجنبي وانتي عندك شركة كوميرسيال بش يدخل معاك لازمتو اوتوريزاشون البانك سنتخال عليش أنا نمشي ناخو في اوتوريزاشون وشوف البانك سنتخال تعتهلك شوف ما تعتهلكش عليش أنا اليوم شركة كيف كيف بيامو اليوم تتعب وتمشي جيب المستثمر الأجنبي بش ينبستي فيها وتخوه هو ريسك مش يستثمر فيها والمخاطرة والدينار طايح وكذا ويحد وكل دونك أنا معا سي أحمد أنه في المرونة بتاع هالقوانين هذو ما حطنا نسهلوا على العبيد احنا ديجا نسهلوا على المواطن نسهلوا على القطاع الخاص نسهلوا على خلينا نصلحوا من نجموا نصلحوا خلينا نقدموا بشوية بشوية في كندا في نص ساعة تعمل تقاسس شركة عندي شر قاعد من حاول نقسم شركة اللي هي الصعوب ويمشي وزد وكو تحس عملت صعاب وفم تذخم في القوانين وفم ساعة تحب تعمل حاجة تلقى ليه الحاجة ديك ما يزبك تعمل هكا هكا وما تلقاش معانت الحرية متاعة تلكي نقبل لك تعمل استاتيو معانت متاع متاع شركة تحط انت شنوما اللي يجي وشوما 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 باش تمشي تاخو بي تعمل بي شركة ولا تعمل بي باتين دا انتي ما عندكش وجود قانوني النشاط اذاك في المنظومة التونسية ما هوش موجود وما تنجم تصنفوا في حتى صنف موجود شوية منها وشوية منها انتي تجيب فكرة اللي هي سابقة للتشريعات التونسية ما تنجمش تخت بيه كيف سلنا لهذه اللي سابقين تحطفوا الحاجة قبل ما نسألك اي بذبين اي اعطي اولا نراه تحرير مجلسة الصرف مش كافي علاش مش كافي لانه العديد من الدجراءات الادارية ماش موجودة في مجلسة الصرف فيما يخص تحوية مع الخارج تلقاها قانون قانون يتعلق بالنقل البحري بالنقل نقل الجوي مثلا فيه ضرورة طلب موافقة المركزية على عملات معينة فتتوقيزمك في نفس الوقت اللي تسهل في قانون الصرف تسهل في قانون هذايا وهذايا من امر هام جدا لان النجل معناها اللي تسيبوا في مجلسة الصرف توقفوا عن طريق قانونين اخرى وهذه امور معروفة معناها الخبراء يعرفوا يعرفوا الامر الثاني ثم حاشتين جديدتين تم نظر فيها هي الكوماخس الالكترونيك مكيش موجود قبل واعتقد ان هناك توجه وهو امر ايجابي انه بصفة خاصة لالتجارة الالكترونية سيتم السماح لمن للمصدرين يفتح حسابات في الخارج مقيم يفتح حسابات لانو نقول لهذه الوسيلة الوحيدة باش يخلص في امواله لانو تبع اجراءات معناها ما فيهاش تحويلات تحويلات معناها يدوية ولا قديمة فهمت والثالثة هو الكريبتومونية الكريبتومونية هذي كيفش تسلك عليها ايباش اعطيك صح الكريبتومونية لكن ابتوا منين حلها هي آلية آلية معناها بازيسة الانترنت تضمن السلامة تضمن السرية تضمن معناها السرعة بعض الفوائد كبيرة اللي ممكن ما يضمنهاش النظام المصدر في الكلاسيك ولكن عندها مخاطر المخاطر الاول هو انها تعمل وتستر تستر لانها سيولة دون ان تكون مراقبة مطرف البنك المركز التونسي إذا النجاعة السياسة النقدية لن تشملها وبالتالي تكون امر معطل لتحصيل على ما نريدهم من اجراءات ثانية انها معناها وسيلة لتهريب الاموال لتبويض الاموال للتمويل الارهاب وهذا امر كما تعرف معناها محظور ومراقب بكافية كبيرة في النظام المصدر ثالثة ما تنجي مش تتطبق عليها الجيبية لانك ما تعرف هاش خمت ترانسبارات لذلك نجد نجد أن أخلابية الموسطة العالمية لم تأخذ قرارها النهائي فيما يخص الكريبتو وكثيف حتى نصنق نقته دولي مازال مازال في حالة تفكير وما خاط ولكن نروح ذهو أن هناك العديد من الدول لا تعترف بالكريبتو موني هناك واحد وخمسين دولة في العالم منها مصر المغرب الجزائر اندونيسيا تركيا الصين لا تعترف ولا تقبل الكريبتو موني لأنها تعتبر أن ما خطرها أكثر من فوائدها وهناك بعض الدول قررت أن الكريبتو موني تكون معناها عملة عملة عادية هم ثلاثة دول ثلاثة دول هما سلفادور أفريقيا الوسطى والنوزنبيق وهي دول كما تعرف منها حالة إخلاصة سيد أحمد فرحان برشل كلمة أخيرة فيتونس أعتقد أنه سيتم الاعتراف بالكريبتو موني هو أمر إيجابي ولكن في ذوابة معينة ومحدودة سيد أحمد فرحان برشل اللي كنت ديفنا اليوم نعود وحلق أخرى شكرا لك سوفين معادنا لأسبوع القادم إن شاء الله